هل قد تبدأ مرحلة جديدة مدتها ثلاثة أيام؟ اسمها فترة النشر والاعتراض مرحلة جديدة من عمل لجة الانتخابات المركزية الفلسطينية يجري الاستعداد لها هنا في غزة عبر تأهيل وتدريب من سيعملون في صفوفها لخوض مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي والتي ستنطلق في الأول من مارس المقبل وتستمر لثلاثة أيام بهدف التأكد من صحة وقانونية بيانات الناخبين قبل نشر سجلهم النهائي أمام المواطنين والفصائل في هذه المرحلة هي مرحلة حساسة ودقيقة من 1-3 حتى 3-3 سيتم فتح باب النشر والاعتراض وبعد ذلك سيتم فتح باب الطعون على قرارات اللجنة وسيكون هناك في نهاية 15-3 آخر يوم أو انتهاء عمل المحكمة في الردود على الطعون والبت في القرارات وبالتالي بعد ذلك سيصبح السجل الناخبين سيلا نهائيا لا يمكن الطعن عليه أو الاعتراض عليه أما هنا فينهمكم موظفوا لجة الانتخابات بغزة في عملية تنقية وتنقيح سجل الناخبين الابتدائي قبل بدء نشري في مراكز النشر والاعتراض التي تقدر أعدادها ب285 مركزا على مستوى محافظات قطاع غزة لتمكين المواطنين من الاطلاع على صحة بياناتهم أو تقديم الاعتراضات والشكاوى على أسماء أخرى في قطاع غزة لدينا 285 مركز نشر واعتراض سنقوم لاحقا في الفترة ما بين 1 أذار مارس لغاية 3 أذار مارس بنشر هذا السجل لإتاحة المجال للمواطنين للاطلاع على أسماءهم وتصحيح بياناتهم لمن ورد خطأ في بياناته أو للاعتراض على أسماء مدرجة في سجل الناخبين سبع حالات يتم الاعتراض عليها وتقديم طلب الاعتراض جهد دقيق تواصل فيه لجنة الانتخابات عملها في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد دون الالتفات لأي عرقل سياسية قد تهدد سير الانتخابات الفلسطينية مع انتهاء مرحلة النشر والاعتراض وتقديم الطعون أمام المحكمة فيما يتعلق بالسجل الناخبين تكون العملية الانتخابية قد اقتربت من فتح باب الترشح في العشرين من مارس المقبل وسط ترقب كبير ومخاوف من أي عرقيل مرتقبة حازم البناء الغد غزة فلسطين